الإمام عالق مودي كانت عادة عند العلماء الكبار أنهم كانوا يخصون بعض التلاميذ بمعاملة خاصة يعتبرونهم ربما أفضل من بعض أولادهم حينما يرى العالم من أحد تلاميذته نجابة إقبالا وشغفا على العلم قدرة عجيبة على التحصيل طاعة وأدبا واحتراما وتوقيرا لشيخه كل ذلك كان في إبراهيم النخعي فجد على القمة لمح فيه ذلك وتعلموا هذا الكلام من من عبد الله ابن مسعود وابن مسعود تعلمه من من النبي صلى الله عليه وسلم وأشرت في محاضرة كاملة عن ابن مسعود معلما وأشرت أيضا لابن عباس يعني باعتباره معلما رائعا في مكة وابن مسعود كان في الكوفة تكلمت عن ذلك بكلام طويل وفيه فوائد تربوية وتعليمية جليلة وعظيمة فالإمام على القمة ابن قيس لمح في ذلك الحفيد لمح فيه نجابة وزكاء وكان من الصفات التي تحلى بها إبراهيم النخعي أنه كان طويل الصمت ما يتكلم أبدا إلا إذا سؤل وسأورد شيئا من ذلك عما قليل إن شاء الله تعالى بجانب أنه كان شديد التعلق بعلقمة ابن قيس شديد التعلق لأن علقمة كان زاهيبة وله مكان كبير في نفوس الناس ومقدرا ومحترما ومجلا من قبل الناس جميعا وكانت لومة كان أيضا عند شيخه ابن مسعود فذلك الصغير يعني طيم حبا وعشقا ومحبة وتعلقا بجده علقمة لدرجة أنه كان يرافقه كظله ويقلده ويحفظ ويتلقى وينظر إليه يعني وهو في قمة درجات التحفز والتواقد والحضور الزهني ويستمع لجده وجده علقمة كما أشرت من قبل لم يكن له أولاد وكناه شيخه ابن مسعود بأبي شبل كان يقول يا أبا شبل وليس لديه أولاد فكأن علقمة الذي حرم من الزرية والله تعالى أعطاه نعما كثيرا لا تعد ولا تحصى فكأنه لمح فيه الولد الذي حرم منه بذلك التعلق ازداد الحب من قبل علقمة فإحتضنه وعلمه ورباه تربية إيمانية وتربية سلوكية عقلية وتربية علمية أن رباه تربية علمية فنشى إمامنا الإمام إبراهيم أذنخعي في ذلك الحضن الرائع الجميل في ذلك الجو الإيماني والعلمي والخلقي الراقي ترجمة نانسي قنقر